اوف يا الله شو هادا اللي بيصير والله انا ماني عارف ايش بدي اعمل انا محبوس بهذا السجن من فترة طويلة لانه انا يعني رحت على البقالة وسرقت المصاصات وانا الان طفل صغير حاطوني بسجن الاطفال والله انا مش مجرم يعني شفت في البقالة دول المصاصات وصرقتهم يالله مش مشكلة عادي بس المشكلة انهم حكولي بدهم يحبسوني سنتين كاملات والله انا ما بحب السجن لانه هذا المكان شرير كتير ما بطعمون اي اشي غير هذا السائل الغريب اللي لونه اخضر مرعب كتير ومقرف والله شكله مقرف عن جد كتير شوفوا هذا بتوقع يعني حسام نصر اصير وشراب مقرف كتير انا ما بدي هذا الاشي بد ارجع على بيتي بد ارجع طبيعي شوفوا كمان ايش حطي اللون اكتاب على علشان اتعلم واصير شاطر ما بدي هذا الاشي كله يا تو بد اطلع من هذا المكان بس المشكلة انه انا محبوس بالسجن الانفراد اطلعوا هذا السجن ما بفتح بالمرة ايه بحاول اكسره ما بتكسر مستحيل لانه هذا مصنوع من اقوى الحديد وانا يعني طفل صغير ايدي كتير 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 ضعيفة خلاص بتوقع انا شكله راح اضني بهذا المكان ايه حتى هذا الباب ما بفتحوه غير الشرطة ايه استنوا انا هذا السرير والله مراعب رجيت لعنده ايش هذا الاشي الخشبي خلينا اشوف والله فيش خشبيون هاي صندوق خلينا افتحوه يا سلام والله موجود فيها هاي الاكس يعني الحجرية ايه كسري 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 ايه مستحيل ايه مصنوعة من الحجر وهذا مصنوع من الحديد واقوى كمان يعني بده بكاكس دايموند واقوى اما هاي بتكسر الخشب يعني استنوا شوي ايش حكيت بتكسر الخشب معناته ممكن تكسر هادي خلينا احاول ايه ايه والله كسرتها عن جد يلا يوان فيك كم من بلوك لازم انا اكسرهم واحد اتنين هاي التلاتة وين الرابعة وين ما في اوف ما في غير تلاتة ايه ايه اوف ايه خلينا اكسرها زيك ايه هاينا اخذتها يا سلام هلا صار معاي هدولة بادر انا اصنع كرافتنج تابل طيب خلينا بدأ اصنعها زيهيك وين 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 بدأ حطهوني خلينا ابلش كرافتنج تابل هاي زيهيك ايوه هاي اول اشي بدأ اسوي بكاكس خشبي احاول اكسر البوابات وبعدين احاول اسوي عصاي بدأ احاول اسوي السلم يلا هاي زيهيك تلات حبات يا سلام هذا اللي بدأ طيب خلينا احاول اكسرها ايا ايا اخ ايدي والله ايدي وصرته جعني كتير استنوا هذا الصغف شوفوا عليه كيف هيك مكسر ومحطم خلينا احاول اكتر اكتر يلا اكتر قوة هاي كسرته والله يا سلام هلا انا رح اهرب من هذا المكان يلا يزيهيك هاي نقفصت الاعلى واو بدأ اهرب بدأ اهرب بس استنوا شوي والله هون في مراقبين هاي جرس الانذار في كاميرات مراقبة في حراس موجدين هون ما بعرف هلا انا كيف بتدارب طب انا عندي فكرة لو انا يعني صعدت هلا لأعلى برج هذا الحراس رايحين باستراحة خلينا اظنى طالع زي هيك بوم ايوه وقفزت على هاي الشجرة ايع يا اي يا ويلي رجلي صرت تجعني بس يلا مو مشكلة خلينا هلا انا بدأ اظنى هارب ايع ايه اي والله اندبيت ايه ايوه ايوه الحارس يارس بتطلع يا رب انه ما يشوفني هلين اظنى هارب زي هيك وي ايه شو ده بنتين واوه وانا بحبه بحبه كتير بنتين 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 من يملك ساعة للأومني تريكس بنتين استنوا بنتين بحبه ايه الله ممكن ايك يعني رجعوني عالسجين اما هادا بيين عليه شخص شرير بحارب الشرطة بفوز عليهم شيك اللي انا بدأ اختاره لانهو الاختيار الافضل يا سلام اسمه ايش هادا ايمكن اسمه يكون الجار الشرير هوا هايوان في ناس مختارينه اما هون فقط واحد معناته انا رح اختار هدولا يلا ويه خلينا اقفز بهاي الحفرة بوم ه Complete شو هادا لحظة استنوا شوي انا قفز بالحفرة نعم ولكن انا ما اخترت انتحول لشجار الشرير هاي لا ما بدي والله فكرت انا بس رح اروح على بيت الشجار الشرير رح ابقى بنفسي الشكل ولكن اتغير شكلي طلعوا صارت ولا صغير عندي شوارب ومعاي هاد السلاح اوف يلا مش مشكلة هيك الشرطة ما تتعرف عليه أصلا أفضل و ما حدا بيعرفني يا سلام أنا بالسماء والله فيهوني كرات أو كواكب ما عني عارف بس يمكن انهوني يكون بيتي خلينا أنزل هاي السلام عليكم إيش ولك ليش تحكي السلام عليكم يا ولد إحنا بعد الكوكب ما منحكي السلام عليكم إحنا منحكي الشر عليكم ما بصير تحكي السلام عليكم انت شكلك طفل جديد على هذا الشكل صحيح؟ نعم انا لسه من شوية يعني قفزت بحفرة تجار الشرير وتحولت لهذا المنظر الغريب العجيب علشان ايك انا لسه ما بعرف اي اشي ومعايا هذا الشوتغان اوه رائع كتير خلاص مرحبا اولا فيك بعائلتنا الجديدة على تجار الشرير طيب اسمع لي يا ولد بما انه انت جديد لازم انت تتعلم وتصير افضل وتعرف ايش يعني معنا الجار الشرير طيب طيب ماشي الجار الشرير ايه مين هذا الولد اي انا اخوك ولكن انا لسه تنصغير بابا كل يوم بشربني حليب الاطفال حليب علشان اكبر وتصير قوي كتير كتير تكبر وتصير قوي هو لازم ما تشرب حليب الاطفال لازم تشرب حليب ايه الكلاب لاني بسمع حليب الكلاب بخلي الواحد كبير بسرعة ايش خلص نشربك حليب كلاب ايه لا ما بدي كلاب انا بضني على حليب الاطفال اوف طيب ماشي اسمع علي خلين اشوف واو والله عنا هون يعني شغلات للتمرين ايه مين هدول البشر اقتلهم حتى تصبح زلمة وقوية اوف تعالوا لون خدلك هاي بوم يلا دورك انتي ايه لا ازكوتي زيه كيف ولا كلمة شو هده والله حلقة هاي كبير كتير بتصيح بصوت مزعش جدا خلاص هيني خلصت من هون إيه شلا هاي لسه لسه بدك أنت تصير رجل قوي وتصير زلمية اعتمد عليك وتصبح بحجمي لازم ألا تروح على الكواكب التانية وتكتشف تحكي لي مين اللي فيها علشان لو فيه أحد طيب نخطط علشان أنا وياك بالليل نروح ندبحه والله الفكرة حلوة كتير أنا يعني الشر صار بداخلي خلاص بطلت أحب الخير كيف يعني أي واحد فيكم ما بحب الشر أنا صرت ما أحب الخير وصرت أحب الشر القوي يلا خليني هلا أنا حكالي فيه هون إيش كواكب بدأ ظن يطالع سي هيك بدأ أروح على واحد منها بس يا ترى وين 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 والله فيه أماكن كتيرة هذا الأزرق لا ما بدأ أروح عليه هون الأخضر واو كوكب اللون الوردي يا سلام بحب الورد كتير بل كون الإيد صديقة يعني فتاة بتعيش بهذا المكان ونسيت الشرب الكامل وممكن تكون فتاة شريرة وظني أنا وياها شرار ونصير أصدقاء والله يشيب حلو كتير يلا خلينا أنزل زي هيك مرحبا مسائل خير يا عسل اوو يا سلام شو هذا هاي مسائل عنبر ممكن النمبر هاي شو هذا طفلة صغيرة هاي مش عيب عليك يا ولد يا صغير تحكي هذا الكلام والله أنا بدي أشكي عليك لده بدوب هاي شو هذا الكلام اللي بتحكيه عيب عليك هادي ماشا هادي فتاة صغيرة يعني هاي انت كمان فتاة صغيرة كيف هيك عندك شوارب أنا والله ما بعرف يعني أنا كنت فتاة صغير وفجأة قفزت بحفرة صار شكلة زي هيك عندي شوارب عند دقني ما بعرف كيف اوه انت شير لك كذاب انت شكله رجل طبيع عمرك بتوقع 30 سنة ولكن انت قصير أو قزم هاي أنا مش قزم أنا هيك يعني طفل صغير تحولت لهذا الشكل كذاب هذا كذاب يا دوب هاد شكله ولد شرير لازم نقضع عليها شوف كيف يعني بضحك وكان معا سلاح هاد الشرير اشوف السلاح تبعك هيوه شوفي هاد السلاح خطير بوم هاي لا تضربهم هاد حيوان الاليف هاد تنين المعمع ايه تنين المعمع خد لك هادي اللي لا يوفقك ان شاء الله قتلته والله لكسر راسك تعالي لون طيب ايه والله قوية كتير فكرت اي الفتاة فتاة طيبة ايه خد لك هاي خد لك هاي ايه يلا بدأ اكسر راسك ايوه ادور بي يلا خد لك هاي يلا موت ايه ايه يا شباب كل هادكم تطلع علي انا اليوم بدي اخبركم ايش مهم كتير شوف انت يا جوزلا وانت يا ميكا جوزلا وانت يا تيكا جوزلا انتو كل هادكم الان مجتمعين بهذا الكوكب لامر مهم كتير انا اليوم صراحة غاضب خلاص انشحنت الطاقة تبعتي مية بالمية شوفوا يعني كنت بالاول زي يك ضعيف تعبان بوجهم علي مصير اصيح واصح كيلوهم بترجاك وتوقفوا ولكن الان شوف القوة تبعتي اتغير شكلي بالكامل وانشحنت الطاقة وانا الان عندي نسبة بطارية مية بالمية واو نعم وأنا اليوم بدي أروح بدي أكسر كل الكواكب ياي رائع كتير خلاص هدا المكان المائي أنا كنت يعني أجلس فيه لمدة مات السنيا علشان أشحن الطاقة ولكن الآن خلاص ما بحتاجها علشان هيك بدي أخذ دولا السفينج ويش بدي أبدأ جفف فيها يلا جفف جفف أيوا هي زيينك بوم يا سلام والله رائع كتير يعني التشفيف هذا مهمة حلوة خلاص هاينا انا تقريبا خلاص جففت المنطقة بالكامل ما ضل ولا اي نقطة مياه هلا لازم انا اضلني طالع هايزه هيكي واش اعمال بده اخد جناح الطيران يربالك عالكوكب حاضر ايوه خلي يعني هذا الكوكب دائما موجودون لانه ممكن يوجم علينا حدب ويكسروا علشان هيك انا بخلي هدلاك حراس ليلي يلا هلا انا بما اني يعني حاس بطاقة هائلة بده ادمر كوكب فقط بكبسة زير ولكن والله يمكن يكون شريره من اصدقائي حرام يعني لازم بالاول ازوره وعرف مين هو هذا الاصفار لا ممكن يكون صديقي كينجي كونج هاد لا والله ممكن يكون كمان صديقي يعني ابن كينجي كونج لانه كينجي كونج عنده ابن خلاص هذا ما بعرفه يعني بس لازم انا اتأكد بالاول هو طيب ولا شرير لو كان طيب على طول بنزل بقضع عليها وبكسر له راسه يلا خلينا افتح هذا الباب زيكي هاي مرحبا هلو هاي شو هذا اطفال صغار مين انت مكتوب عليك رقم تسعة وهذا العجوز الصغير والله عجوز صغير ما عمر شفتش زيكي ومين هذا كمان هوا مرحبا اهلا مين انت شو جاي تسوي بهاد المكان ممنوع الدخول هاد المكان فقط لالناس الخارقين والابطال هاي يعني مش شايفني انه انا خارق ما مش شايف انه انا ديناسور القوتزيلا قوتزيلا لا كذاب انت اشوف اه والله هاد ديناسور القوتزيلا هاي انت يا قوتزيلا ضعيف كتير نعم بينا عليك ان قوي اما الان حجمك صغير وضعيف هاي انا حجم صغير وضعيف بسم الله شو هادا الاشي هاي عيب عليك هادا الكلام كيف هيك بتدخل انت على الكوكب بدون يعني ما تدق الباب او تستأذن منها ما بصير هيك تدخل على الكواكب بعدين هادا مش رقم تسعة هادا رقم عشرة تين تين انت ما بتعرف شو يعني تين شو تين لا والله ما بعرف اتوقع تين يعني خلين اعرف اوه معناته حمار ايش حمار انت الحمار والله تين معناته رقم عشرة لانه انا معي سوعة الامنتريكس بتحولني الى عشرة الاف فضائي يعني ما بتعرف هذا الاشي انت ايش لا والله ما بعرف ما عمرين قبل يعني سمعت بهذا الرقم كلمتين ولا حرفتين ولا بطيخ بعدين هادا الكوكب كلياته غاب كتير هشوف ايش موجود بالاسفل ما فيش تلفاز شو هادا والله ما نعارف ايش هادا الاشي اللي بطير هاي تعال لعندي تعال والله عيب عليك يعني ما بعرف كيفيك انت بتدخل بدون يعني اذن اسمع انا بدي اكسر راسك خلاص تعال نتقاتل ونتحاضب ونشوف مين الاقوى انا ولا انت طيب تعال لون خد لك هاي نيش ما بصير فيك اشي لانه انا اللي بدي احاربك احكي لك جد اللي بدي حاربك يلا واجم عليها جدي يلا تعال لون بدك اكسر راسك تكسير انا هو الجد بتحكي عني ان انا صغير وغبي يلا ورجيني قوتك انت يا كبير هاي والله هادا الجد قوي كتير ايه خد لك هاي اخاي هاي شو هادا حلين انا ظن يهارب زيك كيفيك جد يعني كبير بالعمر لانه انا قوت زيك اغرب من هذا العجوز لا مستحيل طبعا تعال لون يا عجوز يا غبي انت عجوز ضعيف وادا ليش فقط حظ يعني يلا يزيكي ايه ايه اخاي يلا خد لك هاي واحد غبي قال انا عجوز ضعيف والله ما غيرك ضعيف ايوا يا جدي هيك بدي اياك انت اقوى عجوز بالعالم اقوى جد بالتاريخ نعم طبعا انا اقوى جد بالعالم يحيى بنتين اقوى بطل خارق فضائي بالتاريخ وايك بكون قطيت على شو اسموه موزيلا غوزيلا الغبي هي 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 يهي